فن صناعة الحلويات فن صناعة الحلويات ممكن الأمهات يعلموا البنات الأصغار لحتى يصير عندهم بالوراسة على كبر وهي من السلوكيات المحببة يتشاركوا فيها سواء الإناث أو الذكور داخل المنزل صح ولكن من الصفات السلبية نغام أن الطفل يبكي عشان يحصل على هاي الحلوة ممكن في وقت غير مناسب في سلوكيات منيحة وفي سلوكيات أيضا سلبية للأطفال مش بس العياط واللف والدور والعنف والسياح خاصة صفة أن الطفل لازم يبكي حتى يحصل على الشغلة يعني هاي الأم حتكون بصراحة في موقف لا تحسد عليه لأنها لا قادرة تسمع سياحه ولا قادرة تعطيه الإشي حتى ما يتعود على هذا التصرف وبعض هاي العادات تاهبة بتكون فطرية وبعضها مكتسبة وعادة الطفل من وين بكتسب عاداته وسلوكياته من المدرسة من الشارع من ابن الجيران من الأصدقاء من الأهل ولكن فيه كمان بآخر فترة بيقدر اكتسبها من التلفزيون من أفلام الكرتون صعب السيطرة ممكن على التصرفات دائرة توسعت أكتر بكتير لهيك بدنا نحاول نتعامل مع أطفالنا وفق سلوكيات أناطجة أكثر لحتى تغير هاي اتباع الحادة والعنيفة الموجودة عندهم من خلال طبعا نصائح واستشارات مع ضيفنا الآن داخل الستوديو الدكتور شادي أبليك باش وهو مدير مركز الاستشارات النفسية في جامعة نجاح الوطنية أهلا وسهلا فيك وسهل سباحا وألف مبروك حصولك على شهادة الدكتورة مؤخرة أكيد ذا يعني نرفع راس فيك دكتور شادي عشان نرفع راسنا هيك بأطفالنا بنات المستقبل المفروض أنه يعني نربيهم صح من الصغر نعلمهم على صباح وسلوكيات جيدة يعني هي ممكن لغة مرحلة الطفول اللي احنا نعرف إنها هي المرحلة اللي بتأسس الشباب وبتأسس الجيل القادم هي أهم مرحلة في حياتنا فتأسسنا لمرحلة الطفولة كيف ممكن نسيطر على الطباعة السلبية اللي موجودة عند الأطفال طيب بداية أنا أول شي بشكركم على الموضوع المهم جدا لأنه هذا المواضيع اللي كتير بشغلوا بالأهالي كتير في البيوت إنه كيف نقدر نضبط كيف نقدر نسيطر كيف نقدر نتحكم بس بدون ما نئذي أو بدون ما نجرح أو بدون ما نزعج أطفالنا الآن كتير من النظريات واتفقوا على قضية أهمية الخمسة السنين الأولى من حياة الطفل إنه هاي الخمسة السنين الأولى من صفر لخمسة هي اللي بتشكل شخصيته المستقبلي وهذا كلام كتير مهم يعني إنه إحنا عنا شوي في ثقافتنا الطفل في هاي المرحلة نتطلع عليه إنه لسه بفهمش لسه بعرفش لسه يعني صعب نعدل من سلوك ولكن لا هذا عكس الواقع تماما فهذا المرحلة من مراحل اللي أنا بقدر نحكي عنها إنه مرحلة كتير خطيرة في حياة الطفل من منطلة إنه هذا الطفل بيكون في هاي المرحلة مقلد من الدرجة الأولى يعني بيحاول دايما أو بدون ما يكون فيه شيء على مستوى الواعي على مستوى الواعي بيكون عنده إنه كيف بيقلل سلوكات الآخرين إن كان في رياض الأطفال اللي هو موجود فيها في المؤسسة أو كان في البيت أو كان مع الآخرين بشكل لا إرادي بيقلل هاي السلوكات فأي إشي بيصير قدام الطفل فبالتالي هو بنسخه وبرجعوا مرة تانية إن كان ما بين الأقران الأطفال اللي زيه أو ما بين الآخرين يعني مشكلتنا اليوم يعني عموما مع الأطفال إن أول إشي الأطفال بيقلش قولك بيعان ولا ولكن هم بيمر في مرحلة الدلال عالية يعني لأنه عدد الأطفال قليل في البيوت بسبب عدد موجود الأهل دايما مع الطفل فبالتالي بيحاولوا يعوضوه بالتواجد من خلال الدلال فهذا الدلال سلاح ذو حدين يعني الطفل أوكي بالدلال علشان ياخد البيوت بس شو اللي بنقصده بالدلال معنوي ولا مادي هلأ شوفي يعني هو المفروض يكون معنوي ولكن إحنا للأسف لأنه لضيق الوقت مع الأطفال فبالتالي شو اللي أسرع التعزيز فبالتالي بنشتغل على المادي بنجبله بنعطيه كل شي بطلبه بأخذه أسرع ويعني وممكن يؤتي نتائج أفضل أو أسرع من اللاد بس ولكن مش على long term على short term يعني على المدى القصير ومش المدى البعيد لأنه هذا بيصير الطفل بده أكتر فأكتر فأكتر وبصير كل شي بده قبل شوية لما بلشتوا في المقدمة بتحكوا أنه الأطفال اللي عاديين اليوم بيحاولوا ياخدوا الأشياء اللي بدهم إياها تلبكاء بأي أسلوب متاح وتعلموا هاي الأشياء شيء أنه بيحاولوا يعملوا لها زيادة حتى في السلوكات بمعنى أنه الطفل أول مرة بيحاول يطلب بشكل عادي الأم بترفض بافتراضها أنه خلاص أوكي راح يسكت الولد لا بيطور سلوك آخر بيصير عنده يعني ممكن يصير يصيح يعلي في نبرة الصوت شوية شوية بيصير يبكي شوية شوية ممكن يصير يعمل حركات يخرب أو يقع على الأرض أو يضرب حاله بإشي يعني الأطفال بيطوروا السلوكات عشان يحصل على لأنه متعود أنه أنا ده أحصل على إشي عارف بضغط الأهل والأطفال أذكياء جدا في هاي المرحلة اللي الحصول على مبتغاهم وعلى الشيء اللي بدهم إياها طبعا هاي السلوكات زي ما قلت أنت فطرية أو مكتسبة هي على الأغلب مكتسبة لأن الطفل يعني بيجي على الدنيا صفحة بيضة والأهل هم أو المحيط اللي عايش فيه الطفل هو اللي بيخليه يكتسب كل هاي السلوكات بإيجابياتها وسلبياتها بمنيحة ومش منيحة فالفكرة هون عند الأهل دايما أنه يعني خلالي نحكي شو لازم يسير لازم يسير لازم يسير أن الأهالي داما يتعاملوا مع أطفالهم بمنطلق أنك أنت عندك إمكانية وعندك عقل وبالتالي أنا بقدر أتعامل على هذا المستوى ماك ولكن مش مستوى عالي يعني نحن داما نقول خاطب الناس على قدر عقولهم يعني طفل صغير عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات أنا بدأ أنزل لمستوى معين عنده عشان قدر أوصلوا المسيجز اللي أنا بدي إيها من خلال معرفتي وخبرتي أنا كأم وكأب مع توفر وقت كافي للجلوس مع الطفل وهذه نقطة كتير مهمة جوز الأهالي هنا شوي يعني ينزعجوا لأنه ما بقدرواش يوفروا الوقت الكافي لإلهم مع أطفالهم لا إحنا بدنا وقت لو يكون نوعي على الأقل يعني نوعي مش بالكم يعني ممكن يكون ساعة باليوم مع الطفل من الأم أو الأب أو كلاهما يفضل يعدوا مع الطفل ينحكي معه بأي موقع عامة بأي مركز بحيث أن الطفل يحس أنه هؤلاء الناس موجودين وفيه نظام وهذا موضوع السيستم كتير مهم عند الأطفال طب كمان شغلة أنا حب أعرفك حكينا عن أنه توسعت دائرة اللي حوالي الأطفال ممكن الأهل فعلا يكونوا قادرين على السيطرة ولكن لما الطفل يبلش يطلع مع أصحابه مع الجيران مع المدرسة يبلش يكتساب العادات السيئة كيف أنا بدي أقدر أتعامل مع الطفلي بحيث أنه علمه بأنه هذا السلوك صحيح وهذا خاطئ بدون ما يشعر بأنني أنا أم شديدة أو ما بعطي راحته مثل باقي الأمهات اللي موجودين في المدرسة أو الشجارات أنا بتختلف معك في جزئية أنه الأهل لا مش قادرين على السيطرة هم يعتقدوا أنفسهم قادرين على السيطرة بمكان دورهم يعني أنا كأب وكأم أنا بسيطر وبسيطر وين في البيت البيت اللي ما فيش فيه إشي ما فيش فيه مثيرات بتأثر على الطفل السيطرة ما ممكن تكون حقيقية لما أنت تعرف أو يعني كلمة سيطرة بالمانحة الإيجابي أنا بحكي هون أنه لما نكون برا البيت لما نكون في المكان العام قديش أنا الطفل ممكن يسمع كلامي أو لا فهي قضية كتير مهمة نحن الأطفال ممكن نقدر نسيطر عليهم في البيت من باب التخويف أو الترهيب أو أحيانا الترغيب خاصة في البيت أما برا منشتغل بس ترغيب ترغيب خلاص ماما أسكت بجب لك أسكت بأعطيك أسكت بتأخذ أسكت عشان قدام الناس يعني عشان هذه الصورة العام عشان ما يسويش مشاكل يعني أثر سلبا على صورة الأم أو الأب فهي الفكرة شوفي المصادر زادت كثير اللي بتأثر على الطفل وبجزء أهم اليوم يعني زمان كان الأطفال الآخرين أوكي كتير حلو يكون فيه أطفال آخرين وفي الأخير الطفل الآخر ابن مين هو ابن أسرة تانية عايش ضمن الثقافة ضمن المجتمع فبالتالي الظروف تقريبا تتشابه فمش رح يتعلم أشياء كتير أكستريم أو غريبة ولكن المشكلة لعنا مش هون المشكلة لعنا في اليوتيوب أو المشكلة لعنا في الإنترنت عموما هذا اليوتيوب الطفل بتفرج على ثقافات لازلت لها علاقة بثقافتنا ممكن تكون غريبة كتير ممكن تكون غير ناطقة باللغة العربية بالمجتمعات أخرى ضمن ثقافتها ممكن تكون صح هذا الكلام اللي بيعملوه ولكن احنا ابننا لأنه بيقضي ساعات طوال على هذا المشاهدات هاي فبالتالي بيكتسب أشياء بشكل غير مباشر حتى لهجته بتتغير طريقة كلامه بتتغير طلباته حتى بتتغير بيصير البدي عنده أكثر يعني بدي من هذا بابا جيب لي من هذا أنا شفته الكماليات ومعظم الأشياء اللي بيشوف الطفل على اليوتيوب أو على الإنترنت عموما يعني هي ممكن تكون مش متوفرة في بلادنا يعني هذا واحد اثنين ممكن تكون يعني إذا متوفرة ممكن تكون تكاليفها أعلى من إمكانات البيت نفسه فبالتالي هنا بيصير في يعني خلينا نحكي عدم قدرة الأهالي على تلبية رغبات أطفال فبالتالي أنت كأهل تعرفش تلبية رغبات أطفالك واحتياجاتهم فبالتالي راح تفوت في الصراع معهم يعني كيف بدهم يسمعوا كلامك إذا أنت تعطيهم شي بدهميا بالأول كان هي الفكرة ننزل نشتري من الدكانة نعطيه شوي إش بإيده ناخده مشوار بمشي الحال اليوم لا اليوم بيشوف اللعبة إلكترونية حق أبصر قديش أو موجودة أبصر وين أو إشي معين أو تحدي معين بديوا يعملوا ممكن يكون في خطوره على الطفل نفسه فالطفل هنا بيصير في عندهم طلبات أعلى من قدرة الأهالي على تلبية تلك الرغبات ولما يصير في عندنا هذا الخلل أو هاي المسافة ما بين الطفل والأهل الأهالي هنا بقعوا في الفخ أنهم مش قادرين نلبي طلبات الولد اللي هو كتير بالديافة بنشتري لحد الأدنى أنه إحنا نعطيه مساحة أكتر هنا بقعوا للأهالي بالخطأ أنه الطفل هون بتسيطر على الأسرة وبسيطر هنا أنا ما بقولك لما بتسمع من أهالي كتير أن الأهالي الأولاد هم بربوا الأهل بتحكموا آه بتحكموا فيهم الأطفال هم اللي بربوا أهل أو بتحكموا فيهم خاصة جيل هاي الأيام بالضبط لأنه الأهالي بيضيعوا قدام طلباتهم أنه مش قادر أشبعوا كل شيء بديوا هم بفكروا أنه كل الأطفال مش باعها هاي الأشياء عندهم فهون بيصير في عندنا المشكلة وقعوا بالفخر بالضبط ولسه بنحكي بدائرة مادية نوعا ما لكن إذا بنحكي على دائرة سلوكية وهي إطباع الحادة اللي بتصير عند الأطفال الفاظ الممكن نابية السلوك العنيف الصياح الضرب كله هاي بتشربها خلينا نقول من الشارع من الولاد اللي حواليه من الأصدقاء من أي مكان لأنه لسه هو بفترة بدا فترة بأخد بأخد ما بيأتي هذه الطباعة يعني ممكن لما قلت بالبداية عن موضوع التقليد يعني الطفل ممكن يسمع ألفاظ نابية أو أي أسلوب معين قام فيه طفل آخر بتعرفوا اليوم الروضات من ثلث سنين بفوتوا الأطفال على روضات أو رياض الأطفال بشكل عام فبالتالي الأطفال هنا بيكون الروضة فيها من 25 إلى 30 طفل فهدول الأطفال جايين من أسر مختلفة فيه إشي مسموح إشي ممنوع إلى غير ذلك وبين لما بعد ما بعض الأطفال بيحكوا كل شيء لحد ما ضمن السياق اللي بيسمعوا من أهليهم فهذا سمع من أبوه كلمة بنقلها هذا سمع من أبوه أو أمه بنقلها فالطفل الثاني بيصير يعمل بده يعمل زيه فبيجي على البيت الطفل بنسخ هذه الجملة وهذه الكلمة وبنقلها إحنا في بيتنا مرفوض هذا الكلام فبصير هنا مرة تاني إنه من وين جايبوا هذا الكلام هذا الكلام خطأ هذا الكلام ما بيصير بنفس الوقت ما بيقدر نعزلوا عن المجتمع وفي بعض الأهالي شو بيعمل وبروح بيلاقوا البديل اللي هو إنه منحطه في مكان ومنحطه جهاز معاه على اعتبار إنه أوكي خليك ساكت وهادي ما تختلطش في الناس التانين إنه أنت قلت شوي في موضوع الشارع يريد فيه شارع اليوم حتى الأطفال بمزلوش على الشارع بالشكل اللي كان زمان ما في حارة ما في لعب يعني الحارة بطلت موجودة بجوز فيش أمان مش مهيئة يعني إلى غير ذلك ومشاكل موجودة عموما الطفل سريع يقضي وقت طويل جدا ساكت ساكت مع أجهزة ومع أشياء وهذا موضوع جدا مهم لأن الأطفال بكتسبوا أشياء بشكل مكثف يعني من مصادر كتير بالأول طفل اتنين هلأ قاعد إنه كتير مصادر بتأثر على الطفل السلوكيات بشكل عام يعني ممكن تحكي معظمها معنوي أو لفظي يعني ممكن يكون سلوك العناد ممكن يكون العنف ممكن يكون البكاء للحصول على الغراض والبدوياها ممكن ألفاظ نابية ممكن حتى مصطلحات غير مقبولة ضمن ثقافتنا ومجتمعنا كيف ممكن السيطرة عليها بالنظام والضبط يعني لازم الأهالي يعملوا هيك خليني نحكي جدول جوالبيت إنه من ساعة كده لساعة كده مسموح أنت تعمل هيك إذا أنت تجاوزت أو غلطت أو عملت إشي راح نسحب منك إشي معين يعني ما بدأ التعزيز والعقاب أو السحب خليني نحكي هذا اللي أنا حاب أسأل عنه إنه أوكي الأهل وصلوا لنقطة إنه بدهم يتفقوا مع طفل الأم على إشي معين مثلا الطفل أنت لازم ترتب ألعابك بعد ما تنتهي من اللعب تمام هلأ الأم كيف تتعامل مع طفل هاتيجي تحكي له العقوبة ولا تعزيز يعني أجي أحكي له إذا ما رتبت الألعاب راح أعمل كذا أو إذا أنت رتبت الألعاب راح أعطيك كذا يعني مين الأسلوب أفضل للتعامل مع الطفل هو نفس الفكرة التي تحكي فيها الأخذ والعطاء والتعزيز والسحب ولكن بطريقة أكثر تكون ممنهجة كيف يعني يعني فيه كتير طريقة قديمة كتير بيستخدموها في المدارس وممكن نستخدمها في البيوت له جدول النجوم بنسمي جدول لوحة بيضة صغيرة بنحط في البيت بنحط اسم الطفل عليها وبنحط أيام الأسبوع والأخطاء اللي بيعملها والأشياء الإيجابية كل ما بيعمل إيشي إيجابي الطفل ما بأخذ إيشي مادي بأخذ إيشي يعني بمعنى رمزي وكل ما بجمع مجموعة أشياء رمزية بشكل معين بأخذ عليها مكافأة معين عشان مش دائما إحنا لازم نعطيها بس هو هذا صح المبدأ أنه يكون الإشي مشروط صح لا لا مشروط صح لأن الطفل لازم يتعلم إذا بدك تعمل إيشي لازم تأخذ مقابله إيشي الأخذ هون مش لازم يكون دائما مادي ممكن يكون معنى يعني إحنا لازم نعلم أطفال دائما نقول في التعزيز إحنا لازم نتنوع التعزيز مش دائما التعزيز إيشي مادي مش يكون فلوس أو يكون أكل أو يكون مشوار أو شيء زي هيك لا ممكن يكون معنى وممكن يكون أنت حبيبي أنت أكثر واحد أنا بحبك وعشان هيك هذا أخذ ميز وهذا الأهل اللي احنا بنعلمون لأولادنا شوي شوي الأطفال أنت يعني بتصنعهم صناعة مش ما تتخيل طيب صناعة الأطفال قد مهم تكون مشتركة ما بين الأب والأم اللي هم اتفئين على سلوك معين مش كل واحد الطريقة بالكش تتفقوا واحد يترك المساحة للتاني جميل يعني على الأقل يعني إذا أنا مش موجود في البيت وبتأجي آخر نهار كأب وأخرب الدنيا وأخرب كل الأنظمة لا أنا بذبطش إشي هيك فلازم أنا أبعد عن الصورة وأخلي الأم تتصرف هاي شغلة الجوزة اللي كتير من نسمعها أنه حدا يرخي وحدا يشد هل هاي صحيحة في التربية؟ لا شوكي حدا يخلتنين نتعاون يعني بمعنى أنه لما تعطيني الأم المساحة أنه أنا تصرف أنا كأب أنه آه أوكي عندك مساحة لأنك أنت تمشي الموضوع بمشي ولكن لازم يكون فيه اتفاقية بيننا أي شيء بدون اتفاقيات ما بزبط لا في علاقات ولا في تربية أطفال ولا في شغل ولا في إشي لأن الأمور بتصير بلاء إدارة وإحنا مشكلتنا موضوع الإدارة على كل حال لأنه في البيوت بتلاقي الأمور ماشي هيك زي ما بقوله على السبحانية ما فيه ما فيه نظام ما فيه دقة مش معلاته نخلي الدنيا زي يعني هيك كل شيء بالرقم وبالحد لا ولكن الأطفال شوية شوية بتعود وكيف الطفل بتعود أنه لاحقا يتحمل مسؤولية قراراته ويتحمل مسؤولية الأشياء اللي بديوا يعملها إذا ما تأسس على ذلك من الأشياء البسيطة الممكن تنعمل داخل البيت فيا للأهالي إذا بستمروا على هذا الأسلوب ممكن يطلعوا بجيل ممكن يكون أفضل شوية إن شاء الله يا رب الله يسمعه منك ويستفيدوا هيك من كم نصيحة حكيتها الموضوع يطول الحديث فيه ولا يمل أكيد النقاش معك دكتور شادي كالعادة كل تحية لو وجودك معنا وشرفنا شكرا